اشتركوا في القناة شباب الهضب العليا شامل السحر الواحات ومنطقة الصورة بستثناء منطقة الجنوب الغربي كولاية تندوف وايضا حتى ولاية اضرار نقدر نقوله بشمال ولاية تمرسات وين تكون سامة مولة بدأ الى غائمة بعد الاحيان خاصة على هذه المنطقة تحت تندوف وين تقدر تكون بعد الرعود وبعد القطرة تحت الانظار الضاحفة والمتفرقة دي بلويف فابل اي اي باكس اي انجزوا للظاهرة الظاهرة ذهبوا ذكيروا للشمال السحابة تتروح لحال جباب دائما تبقى هذه السحوب تهم المنطقة الجنوب الغربي السحر الوسطى هذا راجع للثيارات جنوبية غربية تأتينا من المالي وايضا الموريطانيا والسحر الغربية في هذه المنطقات تطلع هذه السحوب وهي اللي تخلي بعد الرعود المنعز اللي تهم هذه المنطقة من حاسي مونير تندوف منطقة بنعب كذلك حاسي خبي حتى تقريب منقوله منطقة بشار جنوب بوليد بشار مع احتمال بعد الرعود وبعد الأمطار محلية تكون على هذه المنطقة زوب عرملية تنشط على السحراء وهذا رجع لبوسمية لكل الرياح معتدلية قوية على كل مناطق تاع الجنوب بنجوزوا لزارش الحارة ننتظروها قدو واصباحا إن شاء الله نمعرف جم دافي الحال دافي ليامات هادو حتى بزفلخ خباب والزور تلطاش عالي العاصمار بعتاش بيوهرنطنش بيعنا باعش الهضب العليا من بير العاثر إلى تقريب نقدر نقوله بوقتب حوالي 7-8 درجات تمرون بمنطقة الإدريسية بولاية الغواط وستمنتاش على عين سالة عشرين بيتين زواط وأباليسة وتسعتاش بيتين دوفين جزر الظاهرة الظاهرة الحرارة محلية تقدر تلعق حتى تقريب 31 درجة لخاصة منطقة غيريزان بوحنيفية وأيضا سبدو سيق ومغنية موهرن وغزوات ثمانية وعشرين وأيضا مستغانم ونظوهم من شرشل حتى للدل السمرن بالعاصمة واحدة ستة وعشرين درجة كذلك تيك زيرت أما ملبو من الملبو حتى اللي قال تقريب 21 درجة أما في مخص يمر السحر الواحة ومنطقة صورة من 32 إلى 31 درجة و31 إلى 32 كذلك في منطقة الهوغر والتاصلي 36 بيتين دوف وتقريب 39 إلى 40 درجة في عين أزواء وأباليسة جزر الملحة والصيد البحري المحاري بقدم الريحة الشمالي شرقي يسف على جميع السواحي الجزائرية هذه الزفات على الانتيسيكلون البيسانتيسيكلون اللي هو في أوروبا هو لإخلي الحال الشباب على عدة مناطق أوروبا الغربية هو لإخلي هذا الفلود نوريس ينسب على زيمة السواحي الجزائرية القوات 30 على السواحل الشرقية 40 على السواحل الوسطى و50 على السواحل الغربية من بعد كان لديك 40-50 كيلو متر في الساعة أما الرؤية تكون هيلة من 4 إلى 8 أميال البحرية عودوا نقول له الفنار تعنا هذاك نقول لكم جاي في الغرب البلاد هذا الفنار تبنى ختموها في 1868 و60 وين هذا هذا جاي على غرب ميناء تاغازوات تاغازوات هذا هو الفنار هذا عنده دور كبير اللعبو اللي عنده هذا جاي على البحر أبيض المتوسط والمنطقة هذيك هي طولها الأمير دالبورون وعنده الضور تعالى سينياليزة سنسورة في الليل باش بوابر ليجوا من دي طور جيب رالطار باش يدخلو للمنطقة على البحر أبيض المتوسط ولي يخرجوا يشوفوا الفنار ويعرفوا بالليل كنت ميش بعيدا هذا هو الضور تعالى في العلسينية لزا سوهم مغي تيم بهذه المعلومات نختمها بالمعلومات الفلكية نتهم الجزائد العاصمة وضوحية لهذا التولة 14 أفريل 2015 شرقوا غروب السمش هذي في جينيرال تعالى البور تعالى غازوات هذو السيو أقرأ يجيبوا لكم حوديني يدينوا ملتبا كوي هذا هو الضور تعالى الميناء تعالى غازوات التولة 14 أفريل العناوين هذا البور في سوك في خدمكم وقلقة نقول لكم تشاو